بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على نبيه لمحمد صلى الله عليه وسلم نكمل خصائص المعاقين بصرية العاقة البصرية طبعا بتؤثر على مظهر النمو المختلف ولها تأثير على جميع جوانب الحياة بالنسبة للمعاق بصرية اذا كان كفيف او اذا كان ضعيف البصر وخصوصا في المجال اذا ما احنا عايفين المجال التعليم طيب اول شيء هنتحدث عنه هي الخصائص الجسمية طبعا المعاقين بصريا بيراجه المعاقين بصريا المشكلات في المهارات الحراقية هم اللي موهم الجسمي في الطول والوزن الشكل كل ده طبيعا ما فيش فيه مشكلة بيختلفوش عن الاطفال المبصرين او العاليين ولكن هي المشكلة كلها بالنسبة لهم في المهارات الحراقية واحيانا يكون فيه قصوب في مهارات التنسق الحراقي وهكذا طيب كمان عندنا ايه النقطة التنهية الخصائص العقلية طبعا لا توجد علاقة ما بين الزكاء وشدة العاقة البصري يعني مش معنى ان اللي عنده عاقة بصرية شديدة او كفيف هيكون زكاءه اقل من اللي عنده ضعف بصر لا ما فيش علاقة ما بين زكاء كمدرجة او كمعامل زكاء وبين الاعاقة البصرية طيب الخصائص العقلية هم زم احنا افن المعاقين بصريا احنا بنشوف ناس حتى اا اا كفيفة وعنده قف بصر وممكن وصل ليه مستوى عالي داخل الجامعة او وحصل على درجة الدكتورة وعندنا هنا في المملكة العدية السعودية الشيخ بن باز وعندنا في مصر ناس وصلهم لي حالة الدكتورة زي طاحسين ووصل لدرجة الوزير وهكذا طيب كمان عندنا الخصائص اللغوية الخصائص اللغوية العاقة البصيرة لا تؤثر على فهم اللغة وتعلم الكلام ماشي ولكن بقى المهارات لاتصال اللفظ السنوي لا تؤثر عليها العاقة البصرية ما نحن عارفين هنا عندنا المهارات الاجتماعية وتعتمدش فقط على اللغة لكن كمان بتعتمد على على حركة القسم وحركات الواجهة وهكذا